بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر الرابع في السكشن الثانية بعنوان analysis of beams إن شاء الله رح نتطرق في هذا الموضوع إلى إزاي نحسب قوة القص أو shear force وإزاي نحسب البندنج مومنت أو العزم الإنحنائي وهذه تعتبر مخرجات التعلم بالنسبة لهذه السكشن بالنسبة للمحتوى السكشن 2 رح نبدأ بمقدمة عامة وبعدين بنشوف مع بعض الvarious types of beam loading and seeports يعني أنواع الأحمال وأنواع الدعمات أو seeports ونمر بعد ذلك إزاي نتعلم إزاي نحسب الشير force والبندنج مومنت بالنسبة للbeam نشوف عليها المثال أول ومثال ثاني عشان نفهم أفضل نمر بعد ذلك إلى relations among load shear and bending moment ونختم بمثال ثالث إن شاء الله The current section is concerned with determining the internal forces يعني إحنا هدفنا في الشابتر هذا إن شاء الله رح نشوف the internal forces التي هي نتيجة لل external forces أنواع internal forces رح نجدها هنا ونتناولها في بالنسبة للكامرة أو الbeam رح تكون الشير force والبندنج مومنت كتعريف بالنسبة للbeam It is usually long طويلة straight مستقيمة prismatic members designed to support loads applied at various points along the member يعني هنا المقصود بكلمة prismatic يعني الشكل هذا هو الشكل لprismatic بالنسبة للbeam طبعا هنا لو أخذت مثلا المبنى في ثلاثي الأبعاد هذا وأخذت منه هذا الجزء الكاميرا هذه رح يكون مثلا فيها internal forces ناتجة على external forces الموجودة على الكاميرا من أحمال سواء كانت أحمال dead load أو life load الهدف من الشابتر هذا أني أحسب الشير force والبندنج مومنت حتى نستعملهم بعدين مثلا في الخارسانة المسلحة رح يستعمل الشير force لتحديد الحديد العرضي الموجود هنا البرسم وأنا الحين وأيضا البندنج مومنت بستعملوا عشان أحدد section بتاع الحديد الطولي الموجود هنا زي ما تشوفوا وأيضا بستعملهم عشان أحدد عرض وارتفاع الكاميرا